تدخلتها سيكون قاسية للربيطة الوطنية والمسيين تها ولكن حقيقة اللي سنتكلموه حقيقة وهذا الحقيقة اللي نشوف فيها في الميدان في المنطقية المنطقية أمور هذه أنا تبلي باللي هذا الديون ما تأثرتش الربيطة بهم الربيطة لهم يخدمون نورمال ما كانش مشكلة هذا الديون هذي أثرت على الفرق اللي رهات عاني اليوم ورهات العب في القسم الوطني الثالث واللي هودت في السلم بما أنه رامي يقوله بلي خمس سنين خمس سنين مئة مليار سنتيم الفرق اللي كانت في الاحتراف اللعبين التوحى كانوا يسيكون كما نقولو هنا من البث التليفزيوني كانت الضابطة تقلع وتعطيهم الإيجازات نظروا كي تقول لي تايا يسالوهم مئة مليون بصح مئة مليار بصح هذه مئة مليار هذا الدين ما تحملش البسؤولية الفرق تحملها أنت اللي ما تفاوضت على هذيك مئة مليار وجرتها بما أن انتهى على باني بلي رابطة كانوا يقولوا لهم بلي كي يروح يجيب للإيجازات يقول لهم مازال ما خلصوناش صح هذه مشي مشكلة على الفرق مشي مشكلة على الأندية مشكلة بتاعكم منتومة اللي صوتوا عليكم هذا الرؤاسة وهذه الأندية بات مثلهم وتكونوا في أحسن وتدفعوا على حقوقهم وتدفعوا لهم على حقوقهم أنا تبالي كي من هكا حاجة كي من هكا هنا يا جنة يباني بلي التعفون وين وصل والإنسان مسؤول مشي عايب كي ما يقدرش على حاجة وما يقدرش يسيرها يحط يتكون عندها ثقافة على استقالة يحط الاستقالة تا هو يروح يشور بس كما هذي كونجي ما تنساش بلي نظر على الناحية الغربية رأسي عبد العالي هنا أو من الشرق دلنا توازنات ليشارف ودلت لي مفاجأة الحقيقة احتجيت هنا وشتاشت سعبد العالي اللي نحترمها بزاف وانا عندي سعبد العالي مين أحسن والنجم نقول لك بس ما نقولش مين هو الأحسن من المناظرات اللي يفقهم ليع كرة القادمة